أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان السؤال هل قال المسيح أنا هو الله ويسرني أن أستضيف إلى برنامج ليكن نور ستوديو نور لجميع الأمم شخصية طبعا أكيد تعرفوها وشفتوها كتير على القنوات الفضائية يعني إذا أردت أن أعبر بكلمة رجل الله الأخ يوسف رياض الأخ يوسف رياض غني عن التعريف كلنا منشوف البرامج الأخ يوسف على فكرة علامة في الكتاب المقدس ومألف سبعين كتاب وطبعا كنت عم بسأله كيف يعني الوقت ممكن إطلاقي ولسه عاوز يكتب كمان كتب أخ يوسف ربنا يباركك ويعطيك الصحة والطاقة طاقة في الجسد ونشاط في الروح أهلا وسهلا فيك الله يباركك شكرا السؤال اللي هو يعني مباشرة هل قال يسوع المسيح أنا هو الله المسيح قال كده بدل مرة مرات كثيرة صحيحة لكني أنا بس أغرب من هذا السؤال وأنا كمان يعني هل ملك البلاد إذا زار أي بقعة في مملكته أول ما ينزل يقول لهم يا جماعة أنا الملك تعالوا سجدولي كلام يعني مش ما يتكلمش عن نضج لكن المسيح قال طبعا قال ومش بس المسيح قال لكن قبل ما ييجي المسيح ما أصله ما نقدرش نتصور إن المسيح طرأت فكرة عنده إنه يجي لكن دي زي ما بيقول لنا الرسول بطرس معلومة عند الرب منذ الأزل جميع عماله فالخط إنه يتجسد وينزل دي خطة معروفة سابقا قبل تأسيس العالم وهو أتى لكي يتممها وفي الحقيقة المسيح مش بس قال وهو قال زي ما حنشوف في البرنامج لكن بالإضافة إلى ذلك أعماله أيدت ذلك قالها بطريقة وبأكثر من طريقة علشان الكل يفهم أنه هو الله الذي أتى ليفتقد خليقته